هل تنصح ببرنامج البناء المنهجي؟ طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أولا قبل أن أبدأ لا أحل أحد أن يقططع جزء من هذه المادة من هذا الفيديو ومن أراد أن يقططع شيء ينقل كل الفيديو أو رابط الفيديو تمام وليس فقط الإحالة إلى اسمه لنبتعد عن الفيتن والمشاكل طيب ماذا سأتكلم؟ عما سأتكلم؟ هل تنصح ببرنامج البناء المنهجي؟ ما هي الاستفادة؟ ما هي المخاطر؟ رسالة لأهل البناء المنهجي ورسالة لخصوم برنامج البناء المنهجي ثم نجمع خلاصة بسؤال هل أسجل ببرنامج البناء المنهجي أم لا؟ طيب أولا قبل أن أجيب هذه التساؤلات أقول ما علاقة أنا؟ لما أنا أجيب هذا السؤال؟ أولا لأني أسأل فأجيب طيب هل كل إنسان يسأل يجيب؟ لا إن كان عنده علم فيجيب وإلا فلا يجيب وأظن أن الجانب الذي لي علاقة فيه أنا هنا في برنامج البناء المنهجي ومثل هذه الأسئلة علاقتي في الجانب النفسي والتربوي بشكل أساسي ثم علاقتي ببرنامج أشياء حصلته هذا يعني فنعم وعندي شيء أقدمه في هذا ولعله يكون إن شاء الله شيء يعين يضبط يكون مساعد في وقت حتى الفتنة والمشكلات طيب لمن لا يعرف ما القصة ولا يعرف ما البناء المنهجي ومش عارف إيش تمام ما في ذلك يعني تمام ليس بضرورة أن تشغل نفسك بالموضوع وما إلك علاقة تمام بدك تكمل أهله وسهلا ما بدك في صغير من يعرف ما هو برنامج البناء المنهجي لا يحتاج أن أعرفكم به لكن السؤال هل ننصح ببرنامج البناء المنهجي؟ طيب هذا السؤال مهم ولكن أي إنسان تسأله عن هذا البرنامج لا يكفي أن تسأل هكذا هل تنصح ببرنامج البناء المنهجي؟ بل تتبع السؤال بسؤال آخر وهو تمام فإذا سجلت ما هي الأمور التي يمكن أن أستفيد منها من برنامج البناء المنهجي؟ وما هي الأمور التي علي أن أحذر منها؟ وهذا السؤال مهم مهم جدا لأنه سواء كان من الناس الذين يشجعون لبرنامج البناء المنهجي أو الخصوم أو الذين يحذرون أو كذا مهم هذين السؤالين لأنهما يعني يجعلان الإنسان داخل إطار العدل المأمور به ولا يجرمنكم شأن آنوا قومين على أن لا تعدلوا وهذا حتى السؤال أقول لك بل هذا السؤال عليك أن تسأله لأصحاب البناء المنهجي ولأهل البناء المنهجي ولمنسقي ومشرفي برنامج البناء المنهجي اللي هو تمام ماذا يمكن أن أستفيد من البناء المنهجي؟ وما هي المحاذير؟ هذا السؤال مهم لأنه إيش اللي حاصل؟ اللي حاصل أن أهل البناء المنهجي ومشجعي البناء المنهجي وأحيانا قطيع البناء المنهجي ما يفعلونه طبعا نسميه البناء المنهجي هو برنامج البناء المنهجي ولا الكل مع البناء المنهجي كفكرة يبينون الحسنات حسنات البناء المنهجي والأشياء الجيدة في البناء المنهجي وهذا جيد ممتاز ولكنهم يغفلون عن الإشكالات التي تبينت جزء منها يقينا إنها إشكالات أو مخاطر على الأقل علينا أن نحذر منها في المقابل تجد الخصوم يركزون على الإشكاليات أو المحاذير أو المخاطر ويعني نوعا ما يغفلون عن الحسنات والإشياء الجيدة وهذا إشكال فلو أننا نعدل مع أنفسنا ومع إخواننا لكان الأمر خير لكان الأمر خير اللي هو تمام لما لا نتكلم عن الحسنات ونبينها ونتكلم عن المحاذير والمخاطر والمشكلات ونبينها فالمفروض أن من يشجع البناء المنهجي لن يغضبه هذا لأنه تمام بالعكس أنا أريد من ينصح لي والدين النصيحة ولن يغضب هذا من خصوم البناء المنهجي لأنه لا أشوي هذا صحيح يذكر الحسنات ولكنه أيضا ينبه على المشكلات التي نخشى منها طيب لماذا لا نفعل هذا؟ لماذا لا نفعل هذا؟ طيب وخاصة أن المحذر عادة لما يحذر اليوم خصوم البناء المنهجي ناقدي البرنامج بناء المنهجي وكذا عندما يحذرون من المشكلات يقولون أنها قد تطغى طيب تمام إذا نبهنا إليها وحذرنا منها فالأمر خير إن شاء الله طيب فيأتي السؤال طيب فإذا أنا قلت لكم إذن تتبع السؤال بسؤالين ماذا يمكن أن أستفيد من برنامج البناء المنهجي؟ وما هي المخاطر والمشكلات التي قد تنجأ منها؟ طيب من الفوائد طبعا في ناس يتكلم عن الفوائد في فوائد كثيرة بالمناسبة يجب أن يسأل أهل العلم يعني إذا كنت تعرف من أهل العلم المشايق كذا أن تسألهم عنه هذا مهم لكن مرة أخرى هذين السؤالين لا يكفي سؤال بدون الآخر ونقولها صراحة الآن غش أن تغتغش نفسك عندما تسأل أحد السؤالين بدون الآخر ويغشك غيرك عندما يجيب أحد السؤالين بدون الآخر صراحة خاصة الذي يظهر الحسنات بدون السيئات لأن أحيانا عندما يغلب شر الشيء أنت تظهر الفساد وتقولت ما يبعد عن هذا الفساد وإن كان في حال الفتنة وكذا الأصل تبين لأنه إنت ماذا تستفيد إذا بيّنت فقط الأخطاء وبكرة من وراء ظهرك الإنسان سيعرف الحسنات طيب فتظهر أنت بمظهر الغش فلما لا تبين كل الأمرين على كل حال فإذن كلا السؤالين فهذين السؤالين إذا أردت أنا أن أجيب حسب معرفتي أنه يمكن الاستفاء يعني برنامج البناء المنهجي يكفي فيه أنك تتعرض للوحي كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الناس يناسبه هذه البيئة فكرة أن هناك برنامج هناك شيء أسبوعي هناك شيء شهري هناك متابعات هناك من يحثك على فعل الشيء وهكذا أنا إنسان عندما دخلت مثل هذا البرنامج لم يناسبني لأنه لا يناسب طبيعتي أنا أحب أن أسير براحتي يعني نوعا ما براحتي يعني أريد عندما يعني يكون عندي حماسة وهمة أقطع فكنت أجد أن البرنامج يقيدني نوعا ما إنه بطيء فكنت أجعل له يعني فسحة جانبية يعني ليس شيء أبذل فيه كذا كثيرا إنسان آخر لا بالعكس قد يجد أنه والله لا أنا أحتاج من يعيني على أن أسير ويشجعني على هذا طيب تمام فهذا من الفوائد التعرض للآثار لكلام أهل العلم لآثار السلاف الكرام لكلام أهل العلم هذا مهم جدا فبرنامج البناء المنهجي مليء بهذا مليء بهذا بكلام أهل العلم بل أنا والله كان من أكثر الإشارة التي فرحت بها ببرنامج البناء المنهجي أنا كنت زمان دائما أستشهد بأبيات الألبيري تائية الألبيري وخاصة في مواجهة شبهة أننا خلقنا لنعمر الأرض فكان من الأبيات ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقتها وإن هدمت فزدها أنت هدما وحصن أمر دينك ما استطعت وهذه الأبيات الجميلة فكنت أكثر استشهاد من الأبيات قبل البرنامج البناء المنهجي وكذا فلما جاء البناء المنهجي وجعلوا هذه من أول المقررات أنا فرحت بهذا لأنه فتحت لي باب مع الناس أننا نتكلم بسهولة حول هذا الأمر ويعرفونها بل أحيانا يرددونها معي وكذا فالتعرض لمواد الخير ولأسماء فيها خير يكفيك أن تصبح تعرف الآئمة تصبح تعرف العلماء تصبح تعرف السلف الكرام وخاكذا فهذا خير كبير ثم العقلية العلمية إذا صحت التسمية لأنه بطبيعة الحال ستتعرض لمواد علمية فترى فيها كيف يفكر أهل العلم كيف يكون التفكير الصحيح وهكذا فهذا شيء جيد بل تتعرف فيها على وجوه من الخير تتعرف على الشيخ الفلاني الإمام الفلاني العالم الفلاني الكاتب الفلاني الداعي الفلاني تتعرف على أبواب خير خاصة أولئك الذين هم غارقون في مساحات التفاهات ووحلها فيبدأ يتعرف على أبواب من الخير الصحبة هذه واحدة من الحسنات أيضا لأنه داخل البرنامج هناك يكون مجموعات عمل لا أدري كيف هو البرنامج حاليا لأنه صار فيه ضبط على المجموعات بشكل ديكتاتوري نوعا ما لكن بشكل عام فكرة أنه تتعرف على ناس عندهم نفس الهم يشتركون معك في نفس الهدف من ناحية التديون وإرادة الخير وهكذا هذه كلها من الحسنات الموجودة في البناء المنهجي هل هذه الحسنات تخلو من سيئات؟ لا يعني كل شيء قد يكون فيه سيئات لكن صراحة هناك محاذير مهمة شيء منها متعلق بطبيعة البرنامج وشيء من المحاذير متعلق بشيخ البرنامج وجزء منها طبيعي يحصل مع أي برنامج علمي قد تدخله مع أي شيء قد تدخله في حياتك لكن أنا أحب أن أنبه على الأشياء الخاصة ببرنامج البناء المنهجي فمنها الانتفاخ لأنه أنت تعتقد أن البرنامج يملأ عليك حياتك وهذا رأيناه ليس فقط في برنامج البناء المنهجي رأيناها في عدة برامج سواء منها في الرد على الإلحاد منها حتى بالمناسبة ببرامج علمية غير شرعية ولا ما يحزون يعني برامج علم نفس برامج يعني شهدت هذا عنده كثير من الناس الذي يدخل برنامج فينتفخ ويظه من نفسه أنه يعرف يعني لأن البرنامج يشغل وقته يعني حقيقة بيكون فيه برنامج واختبارات وعلامات ويعني يأخذ علامات النجاب ويجتهد في اختباره وكذا فيتوهم صاحب من يدخل وهذا يحصل مع طلبة الجامعات مثلا ما يدخل الإنسان تخصص معين ويبدع فيه كذا فيظن أنه والله أخذ أربع سنوات في التخصص المعين يظن أنه لا يدري أنها بداية الخطوات يعني يعرف الإنسان مقدار الأمر هو برنامج يبدأ يعرفك على ثقافة شرعية جيدة يخرج إنسان من ناحية معرفية إنسان مثقف شرعيا إنسان إن شاء الله يكون صالح مصلح فهذه حسنة لكن يعني لا تنتفخ به هذا واضح وهذا المطلوب أصلا من طالب المفروض طالب العلم حتى لو وصل أعلى درجات طالب العلم أن لا ينتفخ وفوق كل ذي علم عليم وكلما تعلم الإنسان كلما عرف أنه كلما زاد علما بجهله ولكن أيضا هذا بالضبط الانتفاخ حتى النفسي يعني بعض الناس لأنه لما يدخل برنامج مثل هذا يشعر أنه هو مشغول مشغول في دين الله سبحانه وتعالى ومع المصلحين ومع الصالحين ويرى الناس سفاسف تافهين يعني هو لا فالانتفاخ من هذين الوجهين ينتبه منه المسألة الأخرى التحذب وهذا ظاهرة أصبحت في موضوع بناء المنهجي أنه أصبح هناك وكأنه هناك حزب البناء المنهجي طيب خاصة لما يصبح فيه خصوم فيصبح حزب رسمي بكل ما فيه إيش يعني حزب؟ فكرة التحذب هي أن يكون هناك جماعة أو تيار أو شيء لا تقبل إلا منهم أنت فهذا معانا بقبل منه مش معانا ما بقبل منه الخطأ مننا هيا سهل الخطأ من غيرنا عظيم وكبير الصواب عندنا عظيم وأحسن شيء في العالم الصواب عندنا غيرنا إن شاء الله خير عادي بصير وهكذا فهذا هو التعزل فالإنسان يراقب قلبه وخاصة أن طبيعة البرنامج طبيعة البرنامج ترسخ هذا المعنى للأسف للأسف كيف؟ كيف أحكي لك كيف ترسخ؟ قد تقول لا لا ترسخ لا هي ترسخ والشيخ أحمد قيل له هذا مرارا وتكرانا ولا أدري ما الخطوات العملية التي أخذها ليعالج هذه المشكلة لأنها مشكلة حقيقية وتحتاج انتباه لكن من علامات ذلك مثلا فكرة أنه تمام في ناس نحن نصدرهم نحط صورهم مشايق نحيل إلى موادهم طيب وفي ناس نحذر منهم داخل البرنامج آه بشكل مباشر بشكل مباشر بيصير آه هي شخص كنا نصدره وندرس مواده ثم لأنه ظهر منه موقف سياسي معين حذفنا مواده وشوهنا صورته إذن هذا حزب يعني منطرد منه ناس صحيح حزب غير مسجل يعني حزب والله أعضاؤه كذا لكن الحزب من ناحية لأنه ليست المشكلة في الأحزاب هي فكرة التسجيل آه إنه واحد داخل الحزب ولا طلع حزب هي فكرة التحزب إنه وكأنه تيار جماعة كذا يقبل الحق من أهله فقط ولا يقبل ويخفف من باطلهم ولا يقبل الحق من غيرهم فأنت تنتبه إنك لا تدخل في هذا لأنه مرة ثانية هي بطبيعة طبيعة التعاطي مع عدة مشكلات في جزء من هذه الحزبية آه وهذا الشيخ أحمد السيد نفسه هو يعني يعني أظن هو أهم أسباب هذا لأنه طبيعته في التعامل مع المشكلات والتعامل مع الخصومات فيها إشكالية كبيرة فتدخل فيها ولذلك هذا بودين حتى النقطة الثانية هي تابعة لموضوع حزبية اللي هي تقديس الأشخاص للأشخاص اللي بيعلموك تتعلم منهم تحفظ لهم حقهم من يعني كانوا يقولون من علمني حرفهم كنت له عبدهم وإن كانت يعني الكلمة قبيعة بذاتها لكن فكرة إنه من يعلمني أحفظ له حقه عندي وفضله عليه وهكذا فهي فكرة جيدة ومهمة والإنسان يجب أن يتعلم منها لكن تحذر إنه تصبح هذه عبارة عن طريقة تصوف كمان شوي وهذه مرة أخرى هذه مشكلة لماذا أذكرها هنا هذه المشكلة قد تحصل مع أي برنامج علمي مع أي دورة تدخلها طيب ولكنها في البناء المنهجي أكثر للأسف لأن مرة ثانية التع صاحب البرنامج والإشراف البرنامج لا يحسن التعامل مع هذه المزاعة لا صراحة بل يسيء التعامل معها فأعطيكم أمثلة المعذرة ليست المقصد والله المقصد هو التنبيه لكي نخرج بخلاصة محترمة بدل المهاوشات وللك يعني لما يكون في حملة نقد معينة على الشيخ ما بيروح برد على الانتقادات ويناقشها لا بيطلع وبيتكلم عن أنه كيف أن الطالب يجب أن يكون مستسلم بين يدي شيخه وأن يعمي بصره عن عيوب شيخه وأن كذا وأن كذا والكلام ليس عن آخرين هو يتكلم عن نفسه وكان ظهر هذا في التجاوب مع التعليقات وكذا فمشكلة مشكلة التعامل مع مع التحذب ومع تقديس الأشخاص أو التقدير الزائد للأشخاص ليست بتلك الحكمة ولذلك ينبغي التنبيه إليها طب فهل معناه كل واحد شارك في البرنامج المنهجي ووصل إلى هذا الحد لا طبعا ولذلك هذا التنبيه لكي نحضر أن نصل إلى تلك المنتبه وهذا قد تطبيقه عمليا من ناحية أنك تبقى منفتح الذهن لكي تسمع تسمع الناقد تسمع الناقدين ماذا يقولون وترك عنك الحاسدين يعني بعض الناس هو فعلا يتكلم بحسد وناقد نقد قبيح يعني مش نقد علمي ولا كذا نقد قبيح هذا تركه لأنه في كثير من الأحيان عندما يكون نظرك فقط للناقدين النقد القبيح وللحاسدين هكذا تستعظم نفسك تقول شو بك الحاسدين لا انت انظر لمن ينقد نقد حقيقي وترك عنك سفلة الناس فهذه التحذيرات ومرة أخرى التحذيرات مهمة بل أنا أستغرب من إنسان يبدأ برنامج خاصة أن يكون فيه إصلاح ومش عارف إيش ولا يحذر لأن التحذيرات من أهم الأمور يعني إحنا مثلا لما نبدأ برنامج علمي أو دورة حتى أحيانا دورة علمية دورة في علم النفس في الطب النفسي في شيء معين نقول عادة هذه أهداف الدورة ونحذر من ضمن الأهداف عادة نحذر من الاستخدامات الخاطئة لهذه الدورة أو هذه المادة أو هذه المهارة التي سنعلمها يجب أن نحذر فكثير من الناس مثلا يأتي دورة تكون في كذا فنخبره تمام انتبه لكن هذا لا يكفي لكذا هذا كذا فتنتبه وهذا يتعلمه من أهل العلم والفضل أنه لما يجد من تلاميذه بدأوا يقدسون الأشخاص بدأوا يقدسون أنا شخصي لا أستنى شوي في مشكلهم مش بسوا حلم الشايف فهذه مشكلة ولذلك رسالتي لأهل البناء المنهجي وأقصد بأهل البناء المنهجي ثلاثا هم سواء القائمون على بناء المنهجي أو أتباع البناء المنهجي اليوم التلاميذ أو الذين يريدون التسجيل مع البناء المنهجي أن تتقوا الله في الناس فتخبروهم بما لهم وتخبروهم بالمخاطر التي قد تنتج وهذا حقهم عليكم حقهم عليكم الله ومن الغش والغبن أن لا يتم التنبيه على هذه المشكلات وخاصة أن كل من حولك يعني كل من حولك ينبه على هذا فيعني مش معقول أنك مش شارف في المشكلة ولا تشبه لك نفسك أنه والله هذا فقط ضرورة العلم يعني الواحد لكي يتعلم يجب أن يقدس شيخه يجب أن لا يجب أن يعرف أخطاء شيخه وهكذا كان السلف كان يعاد يعرف يروي عن شيخه ويقدره لكن لا يأخذ منه الشيء المعين يعرفه وذلك يجب ولا تعمي لا تعمي تلاميذك عن أن يسمعوا من من ينقذوك لكي يعرف آه نعم نحن نريد أن نحذر لأنه مثلا الصحيح من التحذيرات اللي ما ذكرت أنا هي فكرة أنه أي شيء متعلق بالغلو العقدي والتشدد في العقيدة وكذا نحذر منه لأنه هذا دخل دخلوا فيه في مساحات خصومة سيئة قبيحة وخرجوا فيها عن خرجوا فيها عن السياق العلمي بعيدا تمام موضوع التكفير والتبديع والتعليقات عليه والتحذيرات فيه ليست دقيقة وتحتاج مراجعة كبيرة جدا لأنها دخلت في حيز الخصومة بشكل كبير جدا طيب فهذا أيضا من التحذيرات التي ينتبه لها طيب يعني هكذا البرنامج خربان لا مش خربان كل الخير اللي حكيته خربت الحياة هكذا لا فلذلك علمهم نرجع إلى رسالة لأهل بناء منهج أن تتق الله في الناس وتنبههم وتحذرهم أنه يا جماعة هذا برنامج تبدأ فيه تخطو خطوات وهذا خير من الخير الموجود في هذه الأمة منها الخير الموجود الخير موجود كثير البرامج كثيرة جدا البرامج كثيرة ليس هذا البرنامج الوحيد مش العكس العكس اللي بيصير إنه صار بعض الناس هذا البرنامج الوحيد الوحيد وشو الوحيد البرامج سبقته واتلته والناس شغالة العالم شغالة وخاصة في هذه الطبيعة برنامج يثقف الناس شرعيا من ناحية فقية من ناحية عقدية من ناحية أداب وأخلاق من ناحية هذا موجود موجود كثير ولمن طبعا يريد أن يخرج من هذه المعمع كلياتها ويريد شيء يعني أصلا قد لا يناسبه البرنامج وبناء المنهجي هناك برنامج زاد أكاديمية زاد أيضا للتثقيف الشرعي رائع مرتبة وحتى تبتعد عنها كثير من المشكلات التي ذكرتها سابقا لأنه خلص هو برنامج جاهز تمشي فيه على مهلك أكاديمية زاد وأكاديمية زاد أبقت وفيها كل هذا فيها العقيدة وفيها الفقه وفيها الثقافة الإسلامية اللي فيها التربية وفيها الأخلاق فتنبيه الناس وتحذيرهم أقول لك يا سيدي أنت لا تقصد هذه المشكلات طيب لكن في نتائج خرجت هكذا فتنبه عليها طيب وتحذر منها يعني أنا الله يزيخير دكتور عبد الرحمن ذاكر لما يتكلم عن فقه النفس وهو فينبه دائما فكرة قطيع مكاني لا يكون هناك قطيع ويحذر وليس يحذر هكذا تحت العامل اللي هو دير بالك تكون قطيع وخلصنا لا يحذر ويعطي تطبيقات العملية لهذا ويعلم الناس كيف يكونون على هذا ولذلك نتاجه الأساسي كان على هذا وهذا ما ندعيه الله تعالى الفكرة ثم عليكم أن تتقوا الله هذا أن تتقوا الله في الناس الذين عندكم يعني سواء الأتباع أو الناس اللي بدهم يتابعوا أن تتقوا الله فيه يعني بالله عليك هذا الذي بدأ يحبو في طلب العلم وفي التدين وهو يكون قضيته في الحياة يدافع عن البناء المنهجي بالله عليكم أوصوم أن ينشغلوا بأنفسهم الله يزي الخير مرة ثانية دكتور عبد الرحمن ذاك لا أريد أن أتجعل الأمر الآن في سياقه لكن هو فعليا حتى لما صارت فتن كان يدعو الناس أن ينشغلوا بأنفسهم ولما له علاقة ما خلص لما له علاقة في فتن ولا كذا أنت لا تجد الخصومات والهوشات على تويتر والفيسبوك إنك مش شايف طبعا لأساس تربية وما تربية ومش عارفه طبعا أحد أهم المشكلات في برنامج البناء المنهجي الصحيح أن كثير من الناس يتصور أنه برنامج تربوي وأنا أقول أنه أبعد ما يكون عن التربية طيب فلا يتصور الإنسان أنه سيأخذ منه القدوة والتربوية وكذا أنا أظن أنه عكس ذلك بالعكس أن الإنسان يحذر من هذا يعني يحذر أنه يتربى تربية البناء المنهجي ليش؟ لعدة تشكالات لا أريد أن أطرح الآن لأنه مرة ثانية أنا أريد أن أوازن الأمر لا أريد أن فقط الموضوع يكون نقد وإن كان لا بأس طبعا بهذا لكن ليس مساحة للتربية ليس مساحة التربية ليس مساحة للتربية قطعا يعني شيخ أحمد السيد لا يصلح أن خاصة للرجال أنا أحكي اللي هو بدنا ناس تتحمل للنقد بدنا ناس تواجه بدنا ناس تستطيع أن تتعامل مع مخالفها تستطيع أن تتعامل مع موافقها تستطيع أن تواجه هذه الدنيا بكل ما فيها من مشكلات ومن مصائب من مخالف وموافق وهكذا وهذا ليس الشيخ أحمد السيد الصحيح ولكن فيه خير كبير جدا يمكن الاستفادة منه طيب فتتقوا الله في من عندكم تتقوا الله في خصومكم يا جماعة الخير الآن في خصوم من الخصوم من الخصوم أن نقدكم نقد علمي ونقد الشيخ أحمد السيد مثلا نقد علمي محترم واضح كذا بقيتم أنا أحكي عن يعني علمهم التعامل مع الخصوم بمروء لأنه في من الخصوم من يتق الله وفي من الخصوم من لا يتق الله ولا يأخذ هذا بجريرة ذاك ولا يجوز لأنه في مثلا هنا خصم فقط ما يفعله هو فقط أن يشتم وكأن الكل يشتم ويصبح وكأنه ما عندي مشكلات ولا أريد أن أعالجها لا خذ يا رجل إذا جاءتك النصيحة لونها من إبليس عليك أن تنظر فيها وتراجع فيها بغض النظر فهذا من حق خصومكم عليكم لأنه إيش اللي يحصل في كثير من الخصوم للأسف لأنه لا يستطيع أن يضبط نفسه فهو لأنه لما يرى من كبرك من كبرك ومن عدم استجابتك فبيروح بيطاء وطبعا هذا ليس حق وأن يطاء لكن هذا اللي يحصل فأنت تتق الله في خصمك ولا تعين الشيطان عليه طيب لا تعين الشيطان عليه بل بعض الناس تعرفون أنه كان في بعض الطلبة من طلبة البناء المنهجي وتم دفعهم ونبذهم وإخراجهم من البرنامج لأنهم يخالفون في بعض المسائل هذا يعني لا هذا ليس من ما ينبغي أن يفعل مع الخصوم وهذا كل الأصل أن يرجع إلى موضوع أن تتق الله في أنفسكم لأنه والله بالأخير يعني يعني هذه الدنيا ما واحد طالع منها شيء إلا بما يقدم طب رسالة لخصوم البناء المنهجي يا جماعة الخير الله يكرمكم الآن واحد يدخل البرنامج البناء المنهجي أربع سنوات هو بني آدم عامي بده يعني يتعلم شوي عن دينه سمع في برنامج البناء المنهجي والناس بيحكوا عنه كلام خير بده يدخل فيه الآن ألا تفكر معي بارك الله فيك إنه هذا نفسه عادة عادة هم عوام الناس اللي كمان شو رايح يدخل الجامعة أربع سنوات ولا خمس سنوات ولا ست سنوات بعضهم يتغرب يخرج إلى بلاد الكفر ليتعلم شيء أربع خمس ست سنوات ولا نحذرهم تلك التحذيرات العظيمة في حين يأتي هذا الإنسان ليدخل برنامج فيه خير انقلبنا على الطاولة وكأنه رأي على جهنم لا يعني شيء من الموازنة شيء من الموازنة يعني تحتاج هذا يعني أنت ترى اليوم الجامعات الغربية مؤسسات منظمات المجتمع المدني كلها تستقطب الشباب للباطل الذي عنده فنحن صراحة أي خير موجود إذا كانت الانحرافات فيه يسيرا وقد تكون كبيرة ولكن يمكن تعقبها لأنه تفاهم يعني برنامج بن أمانهج لما يبدأ يعرف الناس على كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلام السلف الكرام هذا لوحده للعاقل هذا لوحده ينفي الخبث يعني أنت لحالك لما تتعلم مثلا لما تبدأ تتعرف لشيخ الإسلام بالديمية تبدأ تتعرف على الإمام سفيان الثوري تبدأ تتعرف على الإمام أحمد هو لوحده هذا سينفي الخبث والمشكلات طبعا هذا لا يعفي مرة ثاني أصحاب البناء المنهجي على أن يصلحوا المشكلات لكن أنا أقصد هذا خير كبير جدا فلا يمكن أن تنفيه هكذا بعمومه بدون أن توازن هل معنى لا تبين الأخطاء؟ لا يا سيدي بين الأخطاء بين الأخطاء ما في مشكلة بالعكس هذا المطلوب ولكن أنت إيش اللي بتفعله في كثير من الأحيان أنت لا تبين الأخطاء أنت فقط تسب وتشتم فلما تسب وتشتم من هو متعصب للبناء المنهجي أو أصلا من هو يثق ب من يدعو إلى البناء المنهجي لن يسمع كلامك أصلا يعني كلامك كله حتى لو كان فيه حق لن يسمع فيذهب هكذا فانت لما تعينهم أصلا على أنه يبتعد عن حتى السماع لك وتعين الشيطان عليه فإذا ما المطلوب؟ المطلوب أنه التبيين بتفصيل أنا بالمناسبة سأتي إلى السؤال هل نسجل في البرنامج المنهجي؟ لا لا الإجابة لا الإجابة نعم ما بعرف الإجابة فيها تفصيل ليست فقط آ أو لا ولكن من المعيب أنه فقط نأتي إلى أنه والله آه تحذير تحذير أي شيء هذا اللي جاي يسجل في البناء المنهجي هو بني آدم قاعد بطال ما عنده شيء في الحياة قاعد بين الأنمي والجايمينج تمام وشاف والله يحب يرجع للدين ويترك الاستمناء والأباحية فهرح قال وخلينا أفوت البرنامج هذا شو بدنا تقول له لا تدخل لأنه في حسن سوي يعني ركز مع عبارك الله فيه فأنت تتقل له أول شيء في خصومك هنا في هذا السياق أنت عليك أن تتقل له في أهل البناء المنهجي سواء العوام أنا كنت تتكلم الآن عن العوام اللي هم الناس اللي داخلين البناء جديد أو اللي يريد أن يدخل البرنامج تتقل له فيه فرح حتى اللي داخلين في بناء المنهجي في ناس لسه مثلا ما زال في سنته الأولى في برنامج البناء ورأى من خير ذلك يعني رأى أنه قاعدين بيعلم كتاب وسنة وبيعلم كلام أهل العلم وكلام لطيف وحلو جميل ولا دقين في حدا وشافك أنت بتشتم عليهم يعني هو سيسمع نقدك يعني هو كان في غيابات الجب غيابات الجهل وكذا ثم بعد ذلك رأى ببصيص من النور عند البرنامج هذا بدنامج بناء المنهجي ودخل فيه ورأى خير كبير ثم لا يجد منك إلا الشتائم والتعيير والألقاب اللي قد يكون منها يعني يعبر عن نقد لكن هو أنت من أنت ما تحكي نقد أنت تفشغل لك جزء منه ترى أن تراقب هذا سنأتي إليه في أن تتقلها في نفسك لكن لأنه جزء منه حسد ترى وأنت لا تدري حتى لو كنت على حق فأنت تراقب هذا وتشوف تمام إيش الوضع فهذا الإنسان العام قد تقول لا خلي يروح على أشياء أحسن يهزمه مش كل الناس على مقاسك ليس كل الناس يناسبه ما يناسبك بعض الناس يقول هذا برنامج أصلا فيه أشياء بسيطة جدا لا تناسب طالب العلم طيب يسمه كل الناس طالبة علم حتى العوام يمكنهم أن يأخذوا هذا بشيء خفيف طيب تماما في ناس يناسبوا هذا يعني حسب مرة أخرى أنا أنصح مثلا بأكاديمية زاد والتي حتى أصحاب البناء المنهجي يعرفون أنها أكاديمية رائعة وجيدة أو برنامجها خفيف ولا يثقل الناس في كثير من الجوانب وكذا ويعطي نفس النتيجة نوعما بدون المشكلات أنا مع هذا لكن في ناس حبت البرنامج واحد يتشجع مع أصحابه يدخل البرنامج يدخل طب ما نخاف أنه يصير عنده تحذب مثل ما حصل عند الكثير تمام ننبه سبحان الله نخاف أنه يصير عندهم تقديس لشيخ أحمد السيد ويصير عندهم المشكلات التي صارت عنده طيب تمام ننبه يعني نحذر من هذا شو مشكلة هل فيه إنسان أصلا يخلو من خطأ قد تقول لي أخطاء كبيرة وهذا يأتي في الخطوة التالية اللي هي أن نتق الله في رؤوسهم أن نتق الله في رؤوسهم تقول لي لا ما هو بلغ السيل الزبا والموضوع تجاوز الحد قل لك أنا فاهم عليك بعض الناس بيقول يعني أنت أصلا أنت شو دراك عن الموضوع لا لا حبيبي أنا ذقت من هذا أنا نفس الشيخ أحمد السيد كان يليك على كذبات حسين عبد الرازق عليه شخصيا طيب كان ذلك يكذب عليه ويشوه صورتي وهذاك يحط له لايكات ويشجع فيه على كذبه وبينت لهم الكذب وكنت أعتذر لهم ويا جماعة طب خلينا نتفهم ولا حياتي المنتوع أنا أدري هذا وسمعت المئة واربعة وثلاثين كذب حتى الشيخ أبو جعفار وكذلك الكذب المنهجي طيب لكن ما أقوله إنه برضو إحنا لا نعيني الشيطان عليه الآن إنسان الكذب ليست خصلة سهلة لكن أيضا كذب عن كذب يفرق أنا أعرف أنه الكذب من أسوأ الخصال إن لم يكن أسوأها أسوأ خصال البشر لكن في كذب في إنسان يكذب من جبن وطبعا غالب الكذب من جبن وفي إنسان يتمرس الكذب في إنسان يكذب ويخادع نفسه أنه لا والله هاي مش كذبة هذي يعني هو الصح أنا هيك شايف وفي إنسان يعتذر في الخفاء يعني أنا لا أريد مرة ثانية لا أريد أن أعتذر التذارات لا تفيد في هذا السياق لكن ما أقوله إنه نتق الله في إخواننا حتى لو كان على أخطاء وأخطاء كبيرة ولذلك أنا كنت أوصي عادة برسالة شيخ الإسلام بن تيمية قاعدة في الصبر التي سجلت فيها أنا فيديو لأنه كان بيحكي فيها شيخ الإسلام ليس فقط عن أن نصبر على إخواننا ليسوا فقط المتأولين يعني اللي غلطانه مع عذر بل متأولين كانوا أو غير متأولين شو يعني غير متأولين يعني غلطان والغلط راكبه من ساسه لرأسه فحتى هذا علي أن أتعامل معه بالصبر ويرجع إلى هذه الرسالة مهم خطير لازم ترجع إلى فنتق الله في إخواننا طب تقولي هو لا يتق الله فيك إهزم هو لا يتق الله فيك أنت ما لك علاقة أنت تتعامل مع الله وهكذا تعينه وهكذا تعينه ثم تتق الله في نفسك لأنه في كثير من الأحيان أنت بتحتاج ضبط لسان وهل يكب الناس على وجوههم أو مناخرهم في النار إلا حصائد وألسنتهم أنت لأنك عندك مساحة من الحق ونقد حقيقي هذا يتيح لك أنك تأخذ الرأح تاك بعض الناس بيأخذ إشارة مثلا أنه والله سمع شيخ وقال كلمة معينة مثلا شديدة في سياق معين هو بيظل يكررها مليون مرة لا الشيخ مثلا حتى لو يعني سمحت له نفسه في سياق معين أنت ما بزبط يكون هذا ديدنك وهذه حالك ثم أنت وين والشيخ فلان اللي بيبين الصواب والخطاء وعنده تعليم وأنت شو اللي بتسوي أنت ما الذي تفعله يعني في الحقيقة أنت إيش 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 ما الجهد الذي قدمته فلا ترى إلا كذباب لا يحط إلا على القذر صحيح هذه الكلمة أنا أسمعها من الناقدين نقدا قبيحا بيقول هذه الكلمة لكن إحنا نتعلم منها بغض النظر عنهم هم يستخدمونها في فجورهم في الخصومة نعم لكن أنت تحتاج لي أنه آه صح أنا وين أين أنا فتنتبه فتنتبه طب إذن ماذا تفعل قد لا تنصح ما في مشكلة ولا تنصح هذه لا تكفي لوحدها صراحة للناس خصوصا كما قلت لك يا رجل الآن الجامعات الجامعات الرسمية في كثير من الدول اللي هي جهمية في عقيدتها يسعى على الأقل هذول تقول لي يتساهلوا مع الجهمية يزيد يتساهلوا مع الجهمية بس على الأقل يعني على الأقل في الصف الكبير الآن الجامعات الرسمية الجهمية بتعطي منح للناس تستقطبهم استقطاب من أقطاب الأرض من أقطاب الأرض من شرق آسيا من كل مكان وتعطيهم الأموال ليدرسوا في جامعاتهم وتعطيهم وتمنح لهم فرص العمل بعد ذلك فإنت واحد بده يبدأ يتعرف على الدين وكذا يروح على جامعة كذا ولا يروح على البنانجة بن أمانهجي لا يروح على البنانجة بن أمانهجي طب لا فيه خير الثاني تمام عرف الناس لهذا الخير الثاني بارك الله فيك أو نبههم على المشكلات التي قد يجدونها يا رجل أسنى أحيانا نقرأ كتب لبعض الناس اللي عندهم انحرافات نعرفها ولكن تقرأ الكتاب وتقول تمام تعرف هذا الانحرافات طبعا هذا لا يكون الأصل إلا الإنسان يعرف هذه الانحرافات قد تقول لي طبعا هذه الانحرافات تخفى على العامي يعني واحد عامي فات جديد ما بيعرف فإنه بدأ قعد أشرح له الانحرافات هذه والأخطاء بيحتاج منه وقت أقول لك صحيح بيّن هذا كمان بيّن هذا هيك بالضبط أنه يا أخي إحنا هو البرنامج هذا فيه خير كذا ولكن هذا فيه واحد اثنين ثلاث واحد اثنين ثلاث هل تستطيع أن تضبط نفسك فيها؟ يعني أنت لما تكون إنسان عامي متشوق للصحبة الصالحة ومتشوق لشيخ مربي ومتشوق لكذا ثم تدخل فيه تحزب وكذا تقدر تضبط نفسك تقدر تكون عندك لا صحبة صالحة خارج هذا البرنامج تقدر تقدر تطلب العلم بالتوازي في مساحات أخرى وتقدر تفتح أذنك لمساحات أخرى لأن البرنامج سيغرقك فهل ستقدر على هذا؟ فتنبه تبين وتوضح طيب خلاص أنا أريد أن أجاب السؤال أخيرا إذن هل أنصح بالخلاصة ببرنامج البناء المنهجي ولا لا؟ الله يجمع تلخير الموضوع بيفرق حسب حالتك يعني أنت إنسان طالب علم وعندك حماسة وهمة لطلب العلم وكذا أنا أعتقد أن البناء المنهجي إذا كان عندك الحماسة والهمة والوقت وفعلا بدأت وجربت هذا من نفسك ليس فقط عندك هم في رأسك وبدأت وجدت من نفسك أنك تقطع شوط وروا وتستطيع هذا البناء المنهجي لوحدك سيحد من قدرتك سيحد من همتك وعزمك لذلك لا تدخل فيه إلا أن يكون طرفا يعني تدخل فيه وهو يعني بتمشي فيه بالتوازي وكان بعض الشباب هكذا يعني بل أظن أنا من نفسي أنه كنت ماشيهك وليس لأني متقدم في طلب العلم وكذا وإنما لأنه كان هذا وضعي اللي هو بيطقطق معه بيراجع بعض المواد بيدخل في بعض النقاشات بيستفيد وبيفيد وهكذا فيمكن غير هيك تانا لأ شوف لك وضع ثاني إذا كنت أنت لأ عامي الآن بدأت تتعرف على العلم الشرعي والدين وأنا شخصيا مرة أخرى أنصح بأن تبدأ بمواد خفيفة للعامة موجودة منها برنامج إذا كنت حابب شيء هيك له مناهج محددة وواضحة وثابتة وما فيها تغييرات ورائحة جايوا واللي هو برنامج أكاديمية زاد أكاديمية زاد هذا موجود هناك برامج كثيرة جدا شوف إذا كنت أنت أصلا مشارك مع أي برنامج خليك في ذلك البرنامج مثلا أنت مشارك في أكاديمية زاد خليك مع أكاديمية زاد ماشي مع الشيخ أحمد شمس الدين في الحلقات اللي بيبثها في حلقات الشروح كمل معه ماشي في غراس مع الشيخ إبراهيم رفيق كمل فيها ماشي مع دروس الشيخ أبو جعفر كمل معه ماشي في أصلا في برامج علمية موجودة لكنها مقامة يعني في تخصصية أكثر ماشي في برنامج التفقه الحنبلي ماشي في برنامج العصيمي ماشي تمام كمل لا يوقفك لكن أنت تريد لسه تتعرف ما زلت عمي تريد أن تتعرف على الدين تتعرف على أبواب الدين أنا مرة ثانية قد أنصح بأكاديمية زاد قد أنصح بأنه البرامج القصيرة لأن البرامج الطويلة تأخذ منك وقتا هذه النصيحة أنا لما رأيته من الناس من المخاطر اللي حكي عنها ومن الكسل فأنت لا أنت تأخذ مثلا تجد في عندك في القراءات في الشيخ الفلاني هذا في القراءات تأخذ معها دورة وبيضل ماشي معها هذه دورة في القراءات في الفقه في المعهد الفلاني مسوي دورة في الفقه الحملي مش عرف شوه فدخلت معه في النحو هناك دورة فلانية تنهي معها في العقيدة هناك الشرح الفلاني بتمشي معها أنا هذا الذي أفضله للناس لأنه وقتا إذا أنت تستطيع أن تسير بحسب حاجتك ولن تنتظر شيئا مثلا مشكلة البرامج هذه الطويلة وحتى الدراسة الأكاديمية الجمعية أنها تخطو معك خطوات بحسب ما يناسبهم ليس ما يناسبك أنت لكن بعض الناس لا يستطيع هذا فهي يحتاج على الأقل أنه يمشي في البداية مع من يسيره يعني يدفعه بالخطوات ثم بعد ذلك هو يستطيع أن يسير فإن كنت تريد هذه الدفعة أنصح بأكاديمية زاد وإلا إن كان لك صحبة وإن كان لك من يشجعك فلذلك أنت متحمس ومتشجع لبرنامج البناء المنهجي فدخل فيه ولا بأس ولكن تحذر من هذه الأمور فحذر أن تكون من حزب البناء المنهجي ولكن كن مع برنامج البناء المنهجي فليكن لك بصمة لا تكون فقط مفعولا بك منفعلا ولكن كن فاعلا يعني ليكن لك نصحك ليكن لك قراءتك ليكن لك وضعك إحذر من موضوع تقديس الأشخاص وكذا وحاول أن تنبه فيه بالعكس تكون أنت بذرة صالحة في هذا البرنامج وتنبه إخوانك من حولك أنه يجب على تخيش ويخفوا الموضوع مش هيك الموضوع مش حزبية الموضوع مش كذا فهذا يساعد ولا بأس هو من يظن في هذه الدنيا أنه يعني كلمة إخيرها للجميع من يظن أنه يعني كلمة من هو كلمة من هو ولا الفيديو تابعي ولا منشور تابعك يحكم بالناس أنه لا سجلوا لا تسجلوا هذا يعيش في عالم موهوم يعني عالم في كوكب زمور رداء فنترك هذا الله تعالى أعلم نسأل الله عز وجل أن يصلح الحال وأن يبارك في الجهود وأن يصلحنا جميعا أشوف لذلك أنا أذكر الآن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير فكن مؤمنا قويا ليس كل نقد يهزك ليس كل شيء لا يعجبك يهزك ليس كل شيء ينتشر ولا يعجبك انتشاره يهزك حتى لو كان باطل بالمناسبة وليس كل نقد يأتي على خير أن تتفعله أيضا يهزك كن قويا يا رجل وانشغل بما ينفعك ولذلك النبي أشي يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف والقوي القوي بإيمانه القوي القوي بعلمه القوي القوي بقدرته حتى وقوته أيضا القلبية والنفسية فكلها مساحات قوة فضلا عنه أن يكون عنده قوة اقتصادية وقوة معرفية وقوة مهارية فكن قويا فيما تستطيع فالمؤمن القوي خير أن أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تقول لو أنه كان كذا وكذا لكان كذا وكذا فإن لو تفتع عمل الشيطان وهذه لو سمعتها كثير من الناس اللي دخلوا مثل هذا البرنامج ومثلا دخلوا برنامج بناء المنهجي واكتشفوا بعض الأخطاء والمشكلات قال لو أني ما دخلت يزم كيف لو أنك ما دخلت خير هذا خير استفت منه أقول لك الأخطاء التي عرفتها وتعلمتها وتعلمت أنها خطأ هذا خير أيضا فلا تقول لو لا تقول لو لو هذه حيلة العاجز هذا لو راح على الجنة سيبقى يقول لو 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 العاجز اللي لا يحسن شيء فانت لأكل شيء تستطيع أن تستخرج منه أبواب العبودية وتستفيد منه فاحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم